الشيخ لنبدأ الآن في ما يمس القضية التعليمية النية ضرورة في كل الأعمال في عالمنا الإسلامي لكن وجودها في الجانب التعليمي يحتاج إلى مجلد التوضيح لأن العلم ضرورة حضارية أيضا في نفس الوقت أين موقع النية في طلب العلم وما هي ضرورتها وما هو أثرها أيضا على الطلاب والمعلمين النية هي أس كل عمل يقوم به هذا الإنسان وكما تفضلتم فإن العلم ضرورة من ضرورات هذه الحياة ومن نافلة القول أن نستطرد في بيان منزلة العلم والعلماء في الإسلام وما أحدثه وحي الله تبارك وتعالى من نهضة علمية إنسانية شاملة حققت التوازن لهذا الإنسان في هذه الحياة فهذا أمر واضح جلي بين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فإن أهمية العلم في بناء الحياة حقيقة مسلمة لا خلافة فيها وأصل هذه الحقيقة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيرته العطرة أمر ليس بحاجة إلى مزيد بيان أو إلى تذكير به فهو أمر غير خاف على أحد ويتصل بهذا ما سألتم عنه من أمر النية فإن النية تتبوأ في شرع الله تبارك وتعالى المحلة الأسماء فإذا كان العلم من أشرف الأعمال وأجلها فلا ريب أن النية الخالصة الطيبة حينئذ تكون من لوازم طلب العلم لكننا لا ينبغي لنا أن نتحدث عن النية بمنظورها الفردي الذي يستصحبه المكلف الواحد فإن هذا أيضا أمر يتكرر ذكره فما من عامل سواء كان عمله هذا طلبا للعلم أو سعيا للرزق إلا وهو يستصحب نية وباب النية واسع ونحن حينما نتحدث عن العلم مقصودا منويا به من الساعي إليه الطالب له فإن ذلك يعني أنه يريد أن ينفي عن نفسه الجهل وأن يزداد من أنوار العلم وأن يخرج من ربقة الجهل وظلام الجاهلية وأن يكون جزءا مؤثرا في هذه الحياة طالبا للحكمة آخذا بأسباب المعرفة والفكر المعتدل المتزن شريكا في بناء مجتمعه وفي حضارة وطنه هذه النوايا كلها نوايا حسنة مقصودة للمكلف لكن هذه النوايا هي التي يتحدث عنها الخطباء والمحاضرون والوعاظ والمفتون وإنما نريد أن نخرج منها إلى نية جمعية نحن حينما نتحدث عن النية فإن هذا يعني أننا نتحدث عن المقصد ما الغاية من التعليم هل هناك رؤية مجتمعية لمنظومة التعليم في بلدنا هل هناك طموح جماعي نسعى إليه وإلى تحقيقه هذا من النوايا التي أرشد إليها هذا الدين نحن حينما نقلب صفحات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ثم على إثر هجرته إلى المدينة المنورة ثم توسع مجتمع المدينة ثم تشييد أركان دولتهم وأن تتبوأ مصاف صدارة الحضارات القائمة في ذلك الوقت ثم يمتد أثرها وزخمها لقرون من بعد فإن هذا يعني أن هناك تخطيطا بني على مقصد يراد أن يوصل إليه ولئن كانت همة ذلك الجيل بلغت به أن يقصد أن يكون في صدارة ركب الحضارة الإنسانية وأن يأخذ بزمام القيادة العلمية الإنسانية فإنه لا ينبغي لنا اليوم أيضا أن ننكفئ عن مثل هذه النية لا يعني هذا أن نغضى الطرف عن واقعنا وما نحتاج إليه وعن الصعوبات والعوائق التي تحول بيننا وبين الوصول إلى هذه الغاية والمقاصد لكن لا ينفي عنا أن نتدرج فإذا كنا نتحدث عن مقصدنا وغايتنا فهل نريد لأنفسنا من خلال منظومة التعليم أن نلحق بركب الحضارة العلمية والمعرفية والفكرية والإنسانية محافظين على هويتنا وخصوصيتنا أو أننا نريد ما هو أبعد من ذلك بحيث نكون أن نتبوأ مصاف الرواد في هذا المجال مع حفظنا أيضا لهويتنا وخصوصيتنا أو أننا نتدرج فنجعل هدفنا الأول أن نحصن أنفسنا وأن نحفظ وجودنا وأن نثبت هذا الوجود بالمقومات الصحيحة التي تصوغها لنا المنظومة التعليمية ولا يقتصر ذلك على المناهج الدراسية نحن نتحدث عن طلب العلم بمفهومه الواسع ثم نتدرج من هذا المستوى إلى أن نلحق بركب الحضارات القائمة على العلم ثم أن نكون أيضا من ضمن الرواد إذن لا بد هذا يقودنا إلى بيت القصيد فيما يتعلق بالنية أن تكون لنا غاية واضحة رؤية جمعية وطموح جماعي نسعى إلى تحقيقه ولا يقف الأمر عند تحديد هذه الرؤية أو تبين هذه الغاية بل لا بد أيضا من أن نحدد الوسائل التي توصلنا إلى هذه الغايات الشريفة النبيلة ترجمة نانسي قنقر